وصاحب أفكار العبقرية لأنه فكرة اختيار اسم قاعدة 3 يوليو في هذه المناسبة العظيمة ويكون هذا الافتتاح في نفس اليوم 3 يوليو ما بين 3 يوليو 13 و 3 يوليو 21 مصر النهاردة وإحنا موجودين وإنت بتتابع هذا الافتتاح النهاردة لأنه خلي بالك الموضوع مش قاعدة مش قاعدة بحرية موجودة لا لا الموضوع أكبر من كده بكتير قوي تكلم النهاردة بتدي رسالة للدنيا كلها احنا في 4 سنين عاملين 3 قواعد كبار النهاردة عندنا قاعدة عندنا قاعدة محمد نجيب 17 قاعدة بيرنيس 20 النهاردة في يوليو 21 عندنا قاعدة 3 يوليو 3 قواعد عسكرية كبيرة ما فيش حد بيعمل كده مصر العملت كده انت موجود عارف فين النهاردة معنا أشقاءنا العرب طبعا شيخ محمد بن زيه والسيد محمد ابني في رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا الشقيقة وعدد من أشقاءنا العرب عدد من السفراء والدبلوماسيين ومسؤولين في وزارات الدفاع وفي العربية وشقيقة كانوا أيضا مشرفين مصر النهاردة في مطروح وفي هذه القاعدة اللي بقول لحضراتكم افتتاحها في هذا التوقيت وهذا اليوم وفي تحمل نفس اليوم اليوم اللي هو 3 يوليو 13 يوم التحرير يوم استعادة الهوية المصرية والوطنية يوم استرداد مصر من الاحتلال الإخواني كان بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي يومها في 3 يوليو 13 لما وقف قدام الدنيا كلها وقال لك مصر وإحنا مع الشعب الشعب قال كلمته وإحنا سمعنا نداء الشعب خلاص سمعنا نداء النهاردة سيادة الرئيس زي ما حكوا شافين كده توقيع الوسيقة وسيقة افتتاح واطلاق والعمل بداخل هذه القاعدة اعتبارا من اليوم قاعدة زي ما قلته حكوا إحنا كنا من أول الناس راحوا هذه القاعدة لما كانت لسة أرض صحراء النهاردة بسم الله ما شاء الله يعني تباهي بها الدنيا كلها قاعدة كبيرة جدا حجم يعني قوات أو حجم سواء حجاء بحرية أو برية أو صعقة أو جوية مظلات زي ما حك شاف سيد الرئيس مع الأشقاء العرب ومع قادة جيشنا العظيم في هذه الاحتفالية ومن أبطال وبطلات جيشنا العظيم داخل الفرقاطة الجلالة واللي انضمت حديثا وهي مصرية وهي فرقاطة إيطالية ترجمة نانسي قنقر